بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلبة الأعزاء نواصل مع الشابتر الثاني بعنوان Statics of Particles في جزئه السابع سوف نختم هنا مع آخر نقطة وهي rectangular components in space أي المكونات بالنسبة لأي فرص متواجدة في ثلاثي الأبعاد X و Y و Z لو افترثنا هنا أنه عندي الفرصة F وعايز أسقطها على X و Y و Z عجل نجيب مكوناتها الفرصة F هذه is contained in the plane O B A C هذا البلين O B A C الفرصة F هذه لو أسقطها على Y رح تحصل على F Y وهو الإسقاط باتجاه المحور Y ولو افترضت هنا أنه الزاوية بين فرص F والمحور Y هي theta Y طبعا هنا F Y مجاورة للزاوية فيكون الإسقاط باستعمال الكوسين فأقدر أكتب F Y بتساوي F cosine theta Y الآن رح أسقط نفس الفرصة في البلين X Z وهنا طبعا الإسقاط هنا F H بتساوي F sine theta Y ليش؟ لأن الزاوية theta Y اللي هي نفسها هذه الزاوية تعتبر مقابلة لF H فبالتالي يكون الإسقاط باستعمال الصين الآن الفرص F H في حد ذاتها رح أسقطها باتجاه X وباتجاه Z فالمكون باتجاه X هو مجاور للزاوية phi هنا فبالتالي الإسقاط رح يكون باستعمال الكوسين فأكتب F X بتساوي F H cosine phi وارجع بعدين للF H هذه وأعوضها في F sine theta يعني نفسها هذه أعوضها هنا في F sine theta Y بالنسبة للمكون F Z يعتبر مقابل للزاوية phi اللي هي نفسها هنا رح يكون الإسقاط باستعمال sine phi فأتحصل على الكتابة التالية F Z بتساوي F H sine phi وارجع بعد F H F sine theta Y زي ما عملت هنا مع F X فأتحصل على الكتابة التالية F Z بتساوي F sine theta Y sine phi فأتحصل على الكتابة التالية لزي ما أتحصل على الكتابة التالية